نيويورك مرسلت مهدي محب حمزة السيح تأييد مبادرة الحكم الذاتي متواصل متجدد ولا ينضب بين أروقة مقر الأمم المتحدة بنيويورك شخصيات من مجالات مختلفة عبر العالم عبرت في أشغال اللجنة الرابعة بالدورة السادسة والسبعيل الجمعية العامة عن وجهة المبادرة المغربية وواقعيتها في حل نزاع مفتعل عمر طويلا أنا أدعو الجميع وأحثهم لدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية إنه الحل الأنسب للجميع نحن ندعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به صاحب الجلالة أغلب الدول الإفريقية تثمن هذا المقترح بل وإن ترجمته على الأرض الواقع تتجلب القنصولية الإفريقية التي تفتتح بكل من العيون والدخل بالوقوف على مشكل الصحراء نجد أن حل المشكلة بالأساس يكمن في وضع الناس هناك لذا فمقترح الحكم الذاتي هو الحل الأنسب انطلاقا من التنمية الشاملة ووصولا إلى فتح القنصوليات الصحراء المغربية تعيشوا زخما غير مسبوك دفع سكان الأقاليم الجنوبية لاختيار ممثليهم الشرعيين عبر صنديق الإختراع مسجلين نسبة مشاركة هي الأعلى مقارنة بباقي جهات المملكة إنه نجاح مبهر في المناطق الجنوبية للمملكة مشاركة مهمة في الانتخابة الأخيرة شهدها مراقبون من أنحاء العالم شخصيا أرفعوا القبع لهذا الإنجاز الصحراء جزء لا يتجزأ من مغرب تاريخه طويل وعريق والمغرب بلد لا تكتمل حدوده إلا بصحرائه فلا حلول لهذا النزاع المفتعل إلا تحت السيادة المغربية ولا مكان لمقترحات أخرى فوق الطاولة غير الحكم الذاتي المهدي محيب وحمز السايح نيويورك الأولى